مين بقى العيبة اللي احنا هنشوفهم في منتخبات مصر تحديدا منتخبات النشئين والشباب الفترة اللي جاي اللي انتوا اشتغلتوا عليهم وهيبقوا ان شاء الله حاجة مبشرة للفترة اللي جاي خلينا اديلك امثلة لنماذج نكحة اشتغلنا عليها الفترة اللي فاتتها وفعل عمل معايا زي تيبو غبريل واعتقد تيبو ناس شافته مع منتخب النشئين المصري مع كابتا محمد وهبا يمكن للأسف المنتخب خرج من التصفيات لكن الناس كلها وقفت قدام الولد ده قالت الولد ده مين وجيه ازاي هاي عنده كم سنة 17 سنة 17 سنة اللعب ده كواليتي رائع عايفنا هو بيلعب سنتر باك وبيلعب ديفندر كمان بيلعب اه هو يحب دايما يلعب رقم 6 في نص الملعب لكن كمان بيلعب سنتر باك زي ما انت قلت لما فرجت على مباراة للمنتخب المصري النشئين قلت ده كواليتي مختلف هو ده هو تيبو غبريل وتيبو يعني بازلنا مهود كبير في التواصل معاه بيلعب هوفنهايم هوولد ممتاز جدا شوف شخصيته كمان فرق معاه جدا كريم فرقت معاه جدا في الانسجام من اللعيبة القليلة اللي عنده اللغة المصرية بيجدها بشكل تام صح طبعا ده مش عايز اقول انه هو عائق يعني بالنسبة لبقى اللعيبة لا يقدروا يخشه بس ده كمان سهل اكتر لتيبو الانسجام السريع عطول انه بيتكلم تحس انه هو جاي من شبر سمعته سمعته في انترفيو طيب ده تيبو غبريل هو بيلعب في وفنهايم وعنده 17 سنة زم انت بتقولي بيلعب في نصر ملع مدافع وساعات بيلعب سنترباك حسب معلوماتي بالزبط في كمان لعيبة قدمناها النفس المنتخب كمان زي امير صالح في اوتريخت الهولندي وكان فيه كريم احمد الناس كلها امير صالح بيلعب مركزه ايه كريم صالح وينج رايت وينج ليفت بيلعب في اوتريخت برضو نفس السنة طبعا هو امير صالح اه بالزبط مريد 2006 وامير معه تلك جنسيات برضو مع الجنسيات المغربية والمصرية والهولندية وعايز اقولك انه منتخب المغرب يعني كمان التواصل معه اكتر من مرة عشان يمثل منتخب المغربي اللي نشئين لحد ما الحمد والله اقناعنا هو ييجي اشتركوا في القناة